في إطار تحسين الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي لليمنيين أعلن البنك الدولي الموافق على تقديم منحة بقيمة 150 مليون دولار لليمن لتحسين تلك الخدمات في البلاد البنك الدولي قال في بيان إن اليمن يعتبر البلد الأشد فقرا في قائمة البنك لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويشهد أسوأ أزمة إنسانية منذ بداية النزاع العسكري بين الحكومة والحوثيين منذ عام 2015 البيان حذر من أن نحو 20 مليون يمني من إجمال عدد السكان البالغ عددهم 29 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي وليست طيع ثلثهم توفير ما يكفي من الطعام والحصول على مياه صالحة للشرب وحول الوضع الصحي العام في البلاد لفت البيان إلى أنه بحلول نهاية عام 2020 بلغ عدد الوفيات 233 وفات توفي نصف هذا العدد نتيجة نقص الرعاية الصحية ومع ظهور فيروس كورونا يواجه اليمن تحديا من نوع آخر ميدانيا أعلنت قوات الحكومة اليمنية إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين على الجبهة الغربية لمدينة مأرب المركز الإعلامي للقوات اليمنية عبر حسابه في تويتر قال إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين مفخختين للحوثيين غربي مأرب فيما لم يصدر أي تعليق من جانب الحوثيين حول الأمر